أكد الرئيس التركي رجب طيب أردغان في أول تصريح له بعد تعليق روسيا العمل باتفاق الحبوب أن بلاده ستواصل جهودها في خدمة الإنسانية رغم التردد روسيا جاء ذلك في كلمة الله خلال النسخة الثامنة من مؤتمر الطب في العالم التركي الذي تنظمه منظمة الدول التركية في مدينة إسطنبول وعز الرئيس التركي تردد روسيا في الالتزام باتفاق الحبوب إلى عدم توفير التسهيلات التجارية لها على غرار التسهيلات الممنوحة لأوكرانيا وأضاف أردغان قائلا تمكن نسبيا من تقليص الأزمة الغذائية من خلال تقديم 9.3 ملايين طن من القمح الأوكراني إلى العالم في إشارة إلى تفاقية إسطنبول للحبوب وأشار أردغان إلى أن الأسباب الرئيسة في أزمة الغذاء العالمية هي الإنتاج العالمي وسلاسل التوريد وأضاف كما هو معروف ثلث الإنتاج العالمي للحبوب يأتي من روسيا وأوكرانيا وكنتم شاهدين على الجهود التي بذلناها من أجل إيصال هذه الحبوب للدول التي تهددها المجاعة ترجمة نانسي قنقر كما هو كهنف